وصليم وبارك عليه صلى الله عليه وبعد فاقوله وصيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شعبت الحمد حمدت خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتم الاتقاء لعلياك الله نصل وسلم عليك ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قطاعة القصية صلى الله عليه وآله إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماك اللهم صل واسمه عمر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مذركة بن الياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرم صلى الله عليه وآله وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه اللهم صلي وسلم عليك ابن مضر بن نسان بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرع إذا هو بنان سنة السنية صلى الله عليه وآله ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباء اللهم صلي وسلم عليك وعدنان بلا رأيب عند ذوي العلوم نسبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأعظم به من عقد تألقى قد كواكبه الدرية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى صلى الله عليه وسلم 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 وارده في مورد الهني ورواه اللهم اشعر وسلم عليك حفظ للك كرامة لمحمد أباه الأمجاد صعونا لسمه تركوا الصفاة فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسانين هررهم البهي سبحان الله عبده في جبين جده عبد المطلب عبده عبد الله عطير عطر الله مقبراه الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة